السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجيتكم اليوم بميلفاي حلوة يعني تبع لباتيسري بصحنا رح نديرها لكم ميلفاي بيتي مئة بالمئة من العجينة المورقة الى غاية تزينوا متع وحدة قاعدة فضة ربة بيت يعني ماني شقاريا لا باتيسري ولا يعني اي وحدة تقدر تديروا المهم الهنا وش عندي هنا عندي العجينة المورقة التاعي اللي خدمتها معكم في فيديو سابق قبل رمضان وقسمتها هذا المرسول الاخير اللي بقى لي هذا وش نحتاج؟ نحتاج شوي فارينة الفرشلة شوي فارينة ونغطيها بشوي فارينة ونحتاج الحلال فقط يعني العجينة المورقة التاعنا اللي خدمناها في ما فات بقى لي هذا الطرف قلت لي ما لا ندير به حاجة يوم جمعة نشربوا بها قهوة العشية نشاركها معاكم فقط يعني اللي هنا هذا الميل في هذا لا كرم تاعوا سهلة التزين تاعوا الفوقان يسهل ولبات راي عندنا كما راكم تشوفوا اللي هنا حلتها يعني شوفوا السمك التاحة قريب بتاع ثلاثة سنتيمتر فقط نجيب البلاتو ونجيب الورقة تاع المطبخ نفرشوا على ذاك البلاتو ونحط هذا العجينة اللي حليناها نحاول كيفاش نضيف البلاتو يعني بشجيني مستطيل كما راكم تشوفوا كان جوان بشوي خشان كان جوان بشوي رقاق نحاول نضيفها قدر ما امكن يعني كل واحدة نحاولوا نسيقم هذه اللابات نديرها مستطيل كما راكم تشوفوا هنا وش نجيب نجيب فرشيطة ونثقو بها مليح دائما السمك التاحة نخليها ربعات ثلاثة سنتيمتر لما نزج فوقها فتاك شاح تزيت تطلع عنا شوية بشجين المفيت يعني نحبها هذيك هي نثقو بها مليح كما راكم تشوفوا بالفرشيطة نحاول اني نثقب يعني ثقب كما راكم تشوفوا ونحاول ندلكم طريقة بسيطة جدا تصنعوا بها الميلفاي وان شاء الله صالح من اول تجربة صالح ويخرج لكم هايل بعد وش ندير كيذ قبط وكملت نجيب البابيانوت نغطي عليه ونحط عليه بلاتو ونتعفل فور حتى هو عليح نحط البلاتو هذيك بش متزيتش تطلع لي كثير من القيس اللي نحبه انا اختركش لابات فيتي اصلا كي نحطوها الطيب وما نحطو لهاش يعني ما نحطو لهاش ما نغطيوهاش ولا ما نحطو لهاش حاجات شوية تكون شوية ثقيلة عليها راح تنتخلنا باش اديرنا هذو كليفاي اللي نعرفوهم كيما تعليفو ليفون مثلا وذركة نحكي ما نوشح ندير الكريم بتاعي كي دخلت هذك العجينة تاعي الطيب عندي هنا نص اطرة انتعم حليب وعندي ثلاث مغارف كبار انتع سكر عادي وزوج مغارف كبار انتع انشا يعني هذ الكريمة هذي ولا لا كريم هذي يعني هي شبه كريم باتي سيار و لكن ماش بنفس القواعد انتاحا ولكن يعني تفي بالغارض وسهلة وبسيطة و غير مكلفة و دائما انا اقول لكم نحب الحواج الاقتصادية نحطوها الطيب على النار تهز الغلية فقط نجبدوها على النار يعني ما نخلوهاش تعقد بزاف نزيدو لها مغارف كبيرة زبدة و نديرو الفاني الهنانية عندي لكستخيل تاع الفاني لهذا رح ندير غير شوية قسمة صغيرة فقط لانه قاوي بزاف و ريحتو هايلة و يمد واحد النكهة في الميل فايت تاكم يعني هايلة الحر كملي هذ الكريمة التاعي منها نبردها شوية ومنها نذوب هذيك الزبدة باش نحطها في الفرجيدان باش كلا قد ما تزيد تبرد على قد ما تعقد اكثر هاكم تشوفوا في هذ الكلا هناك فاتبان باللي ماهيش عقدة ولكن كي تدخل فرجيدان ونغطوها بساشي و الساشي اذك لازم يلام سطح ها كريمة باش ما ديرناش هذيك الطبقة ها تشينا كريمة هايلة مش هذيك اللي يبسها بزاف ومش هذي اللي خفيفة بزاف يعني كريمة متوسطة القواب نقدرون نخدمو بيها ها كما ندير بها ذركة هذي الكريمة نقدرون نخدمو بها لتغطلات يعني هذ الكريمة نية معتمدة عندي بزاف حبوها ولادي وخفيفة مجينيش ثقيلة كيما بعض الكريمات المهم هذي الكريم اللي درناها نحاول نعني نحضر معاكم ونقعد نذوب في هذيك الزبدة ونبرد فيها باش نقدر نحطها في الفرجيدان كيما راكم تشوفوا اللي هنا يعني نذوب في الزبدة هذيك نحاول نذوب في الزبدة هذيك بركة باش نها نخبيها نديرها في في اينا ونغطيها بصاشيا ونحطها في الفرجيدان كيما حطيت الخرات برد هذي طابت لهنا لابات تاعنا نطيبوها من الجهتين يعني من تحت ومن الفوق راكم تشوفوا فيها ولازم النار تكون مئة وثمانين درجة لان اذا نقويوا الهالنار راح تطيبنا من الفوق ومن تحت وتبقى خضره لداخل يعني هذا هو البات في تي وش تحب تحب النار قليلة باش تطيبنا يعني على يعني تطيبنا لداخل طيبنا طياب مليح نحكم هنالهناء اللي يحب يقصها في الطول ولا في العرض على حساب كيف تحبوها الحبة تاعكم تجيكم دائما نقول لكم انا التزيين والتقديم اختياري حلينا ما دامنا موال فين بالحبات تاع الميل فاي يجيونا شوي طوال انا راح ندير كمان الميل فاي تعبر يعني الطريقة تعبر لكم شتوها حتى لداخل كيفاري طيبة انا عندي مورسو جسوا سوا و مورسو شوية ما عندوش الاحراف يعني الاحراف تاعو شوية ما محوجين قدرته هو التحت وهذه هي كما تشوفوا اللا كرامت هنا بعد ما بردت كيفاري عاقدة يعني ثقيلة ماهجة كثقيلة اللي بزاف اللي تحصل فيها يعني جيك كطابقة كبيرة ولا هنا مشيت هذك الطرف اولا عالطابقة كامل وذركة راح نزيد كما تشوفوا راح نزيد المشي فوقو طابقة اخرى طبقة صغيرة ماهيش طبقة كبيرة ما نحبش نالا كرام بزاف الميل فاي كيما راكم تشوفوك ننسويها ونعدلها ونديرها مستوية ونبعد نحط عليها الطبقة الثانية فيما يخص القاناج ولا تزيين الفوقاني انا وشرت ما ظهر مع السكر غلاسي فقط ما درت حتى طليا زي خلاف يعني العادية اللي مالفين بيها وش درت الهناء واللاكريم اللي بقيت لنا ما راح نرميها راح نعود نغطي هذك البول ونحطها في الفريجيدر ونخدم بها الولادي ثاني لتاق تولات بمعنى الفاك هكاينة نخدموا دي تاق تولات شيء باسط ونسقموا هذك الكريم ونحطوه إن شاء الله نصوركم الفيديو تالي تغطيلات الاختراك الجاية إن شاء الله هنا كما راكم تشوفوا زينت الفوقاني هذا العجينة أو هذا الميلفاي درت السكر ومظهر فقط ومن بعد دركها باش ننظيف الطابقة السوداء كان يحب يديرها شوكولات وانا هي راح نديرها من نفس القاناج ولا من نفس هذا التزيين ندرت مغرفتها سكر غلاسي مع مغرفتها كاكاو مع مغرفتها مازهر وخلطتهم وتحصلت على هذا الخطوط البونية أنا والذي يحب الخطوط البونية تكون عريضة مغرفتها وخدمتها بالمغرف للمقطع اللي هنا راحلي فقط هنا بعد ما نزين التزيين كامل نبدأ نحي الحواف كما راكم تشوفوا يعني نحي الزايد باش تخرج اللي الحبان تاعي باهية فقط يعني الزايد هذا مرحش لازم يعني نهنا للتزيين والتقديم الجميل فقط يعني تزينوها كما راكم تشوفوا نحي مجويه من نومين هنسق مهاج ونرجع لكم ها هو كي يعني ما خسرتش فيها بزاف نحيت غير الحوافج الزايدين اللي باينين طول نحيهم ومبعد نسق نقصها ونقدمها لكم في طبقة تقديم كما راكم تشوفوا بعد ما نحيك ذوك الزايد كامل نبدأ نقصها نحيك ذوك على حساب كل واحد كيف يحب الحبه خليتها ساعة نشف تمليح هاكم تشوفوا نقص بيدي مش ما تلسقش لازم تخليوها تبرد يعني كي تقصوها تحطوها في الفريجي دار تبرد ومبعد تعودوا تخرجوها تقصوها أنا اللي هنا كي جيت نقصها هاكم تشوفوا فيها يبس تمليح يعني حكم طروحة شدة طروحة نقص 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 كما تحبوا كالي حبها صغيرة كالي حبها كبيرة كالي حبها مستطيل كالي حبها مربح هذا دائين يبقى اختياري ها هو كي بعد ما قصيت الحبهات شوفوا كيفه جوا كيما لابات كيما كيما لدخل الكريمة كيما القانج كيما تحبوا هذا هو طبق الميلفاي ولا قطو الميلفاي ولا حلوة الميلفاي نقول لكم إن شاء الله تجربوها وتخليولي في التعليقات وش لقيتو النتيجة إن شاء الله مية بالمية ناجحة يعني عن تجربة وأنا ما تجامل حتى الحاجة غير الحاجة اللي جربتها وصلحت لي باش نقدر نعطيها لكم والسلام وخيتام